السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمتين بساط جدا هبدأ بيهم الحلقة مع حضراتكم واظن الكتير من حضراتكم هيفهم انا عاوز اقول ايه عدونا اخوانا لما يحب يسيطر على بلدنا استخدم لكده اشخاص مننا وفينا هؤلاء الاشخاص ظهروا قدام الناس ان هم المخلصين لهم من ظلم الحكام وفساد الحكام واستئثار الحكام بالسلطة اللي المفترض بحسب رأيهم انها تكون متدولة بين افراد الشعب وبعضهم استطاع العدو تجنيد هؤلاء الاشخاص الخونة للثورة ضد حكام معينين ضمروا من خلالها بلدهم بعض هؤلاء الحكام اعطاه الله عز وجل بصيره واخلاص في محبة وطنه واضاع الفرصة على هذا العدو انه يصل لما يريد الحاكم ده مثلا زي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رحمه الله اللي بمجرد مقامة ضده ثورة ممولة من الاعداء تنحى مباشرة عن حكم مصر ومش كده وبس الراجل سلم البلد في ايدي امينة سلمها للمجلس العسكري بقيادة القدير المشير الراحل محمد حسين طنطاوي رحمه الله واللي ادار البلاد باقتدار شديد حتى وصلها لبر الامان بعد فترة حكم جماعة الاخوان الخائنة لمدة عام العدو بعد ده كله يسكت؟ طبعا لا مازال مستمر في خطته التخريبية وتجنيد الخوانة وبث الفتن والشائعات للإقاع بين بلادنا وبعضها الحقيقة مرنا بمراحل كتيرة جدا ليس المجال الآن مناسب لذكرها لكن في النهاية الغاية عند العدو واحدة وهي من هو أقوى جيش عربي؟ هذا الجيش احنا عايزين نفككه ما هي البلاد العربية المتحلفة مع بعضها؟ هذا التحالف احنا لا نريده مش عايزينه إعلام يشتغل وشائعات تشتغل والهدف في النهاية واحد معروف طيب ولبنان ليه سايبينها كده؟ ولا غزة أهم؟ تعالوا نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الهروب إلى سوريا وحرب الان لاين فبسم الله نبدأ افتحوا الحدود علشان نحارب بغض النظر عن أي شيء فوالله العظيم احنا في وضع محزن للغاية أصبحنا أهداف سهلة لكل من هب ودب الاحتلال دلوقتي مش بيحارب بالسلام بقدر ما بيلعب في المنطقة لعبة بابجي الشهيرة اللي احنا كلنا عارفينها لعبة الأطفال دي أو زي ما قال بعض اخواننا دي اسمها حرب أونلاين بيستخدموا فيها التقنية أكتر من السلاح التقليدي ومع ذلك تتفرج على الآلة الدعائية لإيران وعلى رأسها طبعا قناة الجزيرة الخبيثة القذرة اللي كل الناس بتوصفها دلوقتي بأنها أصبحت شغالة زيها كده زي قناة المنار الرافضية اللي تعتبر القناة الرسمية للإيرانيين الأمر المحزن والمؤسف إن اللي بيحدث دلوقتي أو اللي بيحصل دلوقتي في لبنان لا يمتد تأثيره فقط على لبنان لوحدها لكن للأسف الشديد يعتبر بمثابة حرب نفسية لها تأثيرها الكبير على كل الأجيال الحالية واللي جاية كمان في المنطقة العربية ما بقاش يا أخوانا عندي أدنى شك إن إيران وأذرعها الإرهابية كلها بتشتغل لصالح الاحتلال ما هو مش معقول كل ده فشل مش معقول كل شوية يعملوا مصيبة أو يطلعوا بعملية ضد الاحتلال بدون أي وعي أو تخطيط أو دراسة لمقالات هذه العملية والنتائجها وبعد كده يطلعوا يبكوا ويتباكوا ويشتكوا ويتكلموا ضد الدول العربية ويطلعوا يقولوا لك الصمت العربي ويتهموا بقى الحكومات العربية بالصهيانة والخيانة والعمالة للأمريكان وللاحتلال لمجرد إنهم ما بيمشوش وراهم ولا بيقيدوهم أصبحت على يقين تام إن كل اللي بيحصل في المنطقة دلوقتي من كل من يدعي إنه تابع محور المقاومة كان عاوز ينصب فخ لدولة معينة والجيشها علشان يقع فيه ويدخل في حرب مع الاحتلال ويتجاوز حدوده الوطنية وينفذ أي عملية خاطفة وعاطفية ضد أهداف تابع الاحتلال علشان يصبح جيش معتدي أو دولة معتدية ويتم بقى تطبيق العقوبات عليه اللي ممكن توصل لاحتلال البلد والجيوش المتربصة مالية البحر المتوسط وإحنا شايفين وجهزة للسيناريو ده طبعا لكن الحمد لله إحنا عندنا في مصر بفضل الله قيادات وعية وفهمة كويس جدا جدا الخطة دي إزاي ما إحنا برضو يا أخوانا مش دولة صغيرة ولا دولة تفهى برضو ولا بتلعب ولا قياداتنا تلاميذ ولما يقول لك حضارة سبع ألاف سنة فده مش مجرد شعارات ولا كلام في الهواء أنا مش بتكلم عن السبع ألاف سنة خليني بس هقول لك المتين سنة أو التلتمائة سنة بس اللي فاتوا شوف كده حضرتك الخبرات اللي مصر اكتسبتها من تعاملها مع كل المشكلات العالمية كانت عاملة إزاي فهتعرف على طول إن مفيش حاجة بتتعمل مش مدروسة كل شيء مدروس ومعروف هفكرك بس بحاجة مهمة إن مصر قدرت تخلي أخطر جماعة في العالم تتخدع وتوصل للسلطة علشان تتعرّى وتنكشف قدام الناس ولما تسقط ما تقوم لهاش قومة من تاني فاللي يعمل الحركة دي مش ممكن بعد كده يقع في فخ تاني شبيه به نرجع بقى لموضوعنا المؤلم المبكي واللي بيقطعني الحقيقة من الداخل من كام شهر بس كانت الحدود السورية اللبنانية مفتوحة للعبور من الشمال إلى الجنوب أو من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني هربا طبعا من المقاسي والفظائع اللي في سوريا نتيجة تفتت الدولة السورية لميت حتة وده طبعا بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك واللي شاركت فيها إيران بقوة عن طريق أذرعها وكتائبها الإرهابية غير طبعا تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى إضافة إلى القوات الدولية اللي كل مجموعة منها كده مستحوذالها على منطقة من المناطق في سوريا حتى إن سوريا أصبحت دولة مفتتة اللي يلحق له حتة منها ياخدها ويسيطر عليها وعلى أهلها تخيل كل ده ينقلب في لحظة وتصبح الحدود السورية اللبنانية حاليا حلم للهجرة العكسية تخيل خوفا من جرائم الاحتلال اللي بيستخدم كل أنواع الأسلحة ضد اللبنانيين كالعادة بحجة مترضة عناصر حزب الله الإرهابي يعني أنا لا أعتقد إن كان فيه حد ممكن يتخيل إن يجي يوم من الأيام ونشوف سوريا على ما هي عليه من تمزق وتشتت وانهيار أو إنها تصبح الملاذ الآمن لللبنانيين العكس هو اللي كان أنا مش متخيل والله الأمر ده صعب جدا إن يدخل عقل عائل لكن اللي بيحصل دلوقتي يا أخوانا أمر واقع وإنقاره لن يفيد نفس السيناريو اللي اتعمل في غزة بيتكرر بحذا فيرو دلوقتي في لبنان بعد تدمير قطاع غزة بالكامل وإعادة احتلالها أصبحت بقى الساحة مفتوحة دلوقتي أمام عمل نسخة تانية من غزة في لبنان والفضل طبعا يرجع للعب العيال بتاع الحماس وحزب اللات اللي اتنين شغالين طبعا لصالح الاحتلال أنا مش هقول لك لصالح إيران لأ شغالين لصالح الاحتلال علنا وحتى لو قلتلك كده ما هو احتلال إيراني برضو مش هتفرق كتير معانا احتلال الفرس زيه زي احتلال الصهينة ايه الفرق؟ لا والله فيه فرق كبير وفيه فرق ممكن حضرتك تعرف ايه هو الفرق عام حسين الفرق ان الاحتلال عدوه واضح معروف ما فيش حد يقتلف عليه ولا يتنازع في خطره يعني حاجة كده مكشوفة ماينفعش انك تناقش فيها انما بقى العدو الخافي هو ايران واضروعها الارهابية اللي بتنظر له وكأنه بيطبطب عليك في حين انه بيطعنك في ظهرك وانت مبتسم كمان وفرحان لقوا ايه وبتشجعه هي دو الصورة اللي انا بشوفها لما بلاقي حد من المساطيل والمعتيه والمجنين لسه بيقيد ايران وبيعتبر ان ايران مقاومة الفكرة دلوقت اننا قدام كوارث ضخمة والاحتلال شغال بيفعل ما بداله بحجة مرة بقى بحجة مطاردة عناصر حماس في غزة ودلوقت نفس الحجة مطاردة عناصر حزب اللي قد في جنوب لبنان حتى حسن زمرة نفسه اللي كان بيتكلم عن الرد ما بقاش عارف اصلا يرد على التليفون بتاعه علشان خايف ان التليفون ده ممكن ينفجر في وشه ويفطسه ابحث عن الخوانة اللي بينا تعرف اللي بيحصل ده سببه ايه هتلاقي اللي طالع عمالي جعجع وعمالي يقول لك المقاومة وعمالي يقول ما عرفش ايه والحقونا والحقو الاحتلال وهتلاقيه كده في نقطة معينة يقولك ان الدول العربية سايبنا لوحدنا وان الحكام العرب صهينا لازم تعرف ان ده هو الصهيوني وان ده هو اللي متعاون مع الصهينا واننا بنعاني الان بسبب هذا وامثاله هذا الحزب حزب الله متعاون بلا شك مع الاحتلال فيه تطابق ما بينهم فيه تعاون ما بينهم مع طبعا امه الكبيرة ايران نسأل الله ان يشغلهم جميعا ببعضهم وان يحفظنا من شرورهم وان يحفظ بلادنا كلها من كل شر وان يوفق ولاة امورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته